مساء الخير يا جماعة أخباركم كيف أول أيام رمضان معكم خلونا ندردش سؤال صديقتي تقول أنها مجرد ما تحس أنها تخلت في الروحانية تحس بخوف أول شي خلونا نتفق أنه الروحانية إذا وصلنا لها ما في خوف ما المفروض يكون في هذا الشعور والمفروض يكون في قلاق ولا توتر والروحانية في عمقها حب حب وكل الحياة المادية هي الخوف لذلك لما أحد يقول أن أحس بخوف لما أروح للروحانية أقول أنت يعني رايح لنفس النقطة التي نتكلم عنها أو رايح لنقطة ثانية في أي لحظة في أي وقت في حياتك تريد أن تتغير تريد أن تسلك طريق جديد تريد أن تتجه إلى تتجاه مختلف مشاعرك دائما عندها وجهة نظر عندها وجهة نظر وللأسف للأسف أنه مرات كثيرة تكون وجهة نظر المشاعر تجاه أي تغيير حتى لو كان إيجابي حتى لو كان أفضل حتى لو كان ما أخذك للقمة يكون خوف وتوتر وقلق هل سبق أنك دخلت مكان مهيب في عظمة كذا مثلا الحرام أو يمكن دخلت مكان للعبادة أو مكان في طاقة عالية كذا حسيت حسيت بهيبة المكان وبرحبة المكان في ناس مرات ما تميز ما بين هذا الشعور بالهيبة والخوف والسبب هو أنه ما بللت رجلت كثير على الموضوع ما تعودت كثير على هذا الشعور ذلك هذه أحد الاحتمالات الهدوء والسكينة مو الكل متعود عليها النتائج اللي تعطيك إياها الروحانية مو الكل متعود عليها ففي بعض الأشخاص لما يمر عليهم يوم من الأيام هادئ رائق كل شي مضبوط كل شي تمام يبتأ يقول الله يستر لا يكون في شي غلط لا يكون بعد هالهدوء في مصيبة لا يكون بعد هالهالروقان وهالمزاج الجيد في يعني في خدعة في الموضوع كذلك الأشخاص اللي أول مرة كذا يدخلون ويحاولون الدخول في الروحانية من الممكن أنه يجيهم نفسها الشعور في نقطة كثير مهمة وأنا سبق تكلمت عنها وأبغى أأكد عليها دبل مئة مرة في رمضان وفي نية الروحانية اللي إحنا الآن ننويها أنه أي شيء أي شيء أي معتقد أي فكرة تتعارض مع معتقدات راسخة عندك أرجوك لا تمشي وراها أرجوك 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 لأن الشعور أهم الفكرة لأنك لما تمشي ورا واحد يقول لك هذا المعتقد صحيح وأنت جواتك فيه معتقد آخر مخالف لهذا المعتقد هو الأصح بالتالي أنت رح تضرب ورح تخاف ذلك انتبه لا حد يملي عليك معتقداتك لا حد يعبي أفكارك أنت تختار معتقداتك الروحانية كما تراها صحيحة أنت الأصح آخر شيء أبغى أقول صديقتي ولي كل شخص وضع معانا نية الروحانية لهذا الشهر أقتر عليك أنك تحضرين قصة الروح قد تنظرين للروحانية بطريقة مختلفة من زوعية مختلفة أبحث لكم الرابط اللي مهتم لا تنسون نيتنا وخلفية الجوال والفيلم إذا استفدت أي معلومة من مجلسنا الرمضاني اليوم بليز اكتب الفائدة على تويتر حطها في هاشتاغ مجلس سمي الرمضاني رح أعملك التويت تصبحونا على حب ترجمة نانسي قنقر